أمام حضرتكم التصريح لدينيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري الأسبق يتم تداول هذا التصريح الآن بكسافة في الأوساط التركية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حينما قال دينيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري الأسبق وهو واحد من أكبر أحزاب المعارضة التركية قال مدينة حلب مدينة تاريخية مدينة لأهل السنة لا يمكن أن نقبل بوجود القوى الشيعية فيها هكذا تحدث دينيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري الأسبق بمعنى أن رؤى واحدة بالنسبة لمختلف القوى السياسية في تركيا فيما يتعلق بمدينة حلب وفيما يتعلق بمن يدعمون في هذه الحرب وفي هذه الصراعات والاشتباكات التي تدور الآن بشأن مدينة حلب كل يعلم بأن تركيا كان لديها حرص كبير على مصلحة الشعب السوري منذ بداية الأحداث وحتى البعض كان يشير بأنه حينما خرج أهالي مدينة حلب خرجوا بناء على نصائح تركية وخرجوا بناء على استراتيجيات من أجل العودة مرة أخرى للمدينة هل نحن أمام تحقق هذا الوعد وهذه الاستراتيجية وهذه الأحاديث التي دارت من قبل قبل عدة سنوات ونجد أهل حلب يعودون لها مرة أخرى ويقومون بطرد هذه الميليشيات التي توصف بأنها أزرع إيران في المنطقة العربية كل يتحدث عن تعارض كبير في المصالح بين تركيا وإيران كل يشير حتى في هذه الأخبار التي خرجت بناء على تسريبات بأنه فيما تعلق بمسألة انضمام تركيا للبريكس مجموعة البريكس كان هناك اعتراض إيراني على وجود تركيا في مجموعة البريكس وكان هناك اعتراض إيراني ليلة نهار على وجود القوات التركية في الأراضي السورية بالرغم من أن الميليشيات الإيرانية تتواجد في الأراضي السورية القوات الروسية حاضرة في الأراضي السورية القوات الأمريكية تتواجد في الأراضي السورية الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية التي ليست لها علاقة بالشعب السوري على غرار قصد والبيكيكي تتواجد في الأراضي السورية لكن الإيرانيين ونظام بشار الأسد يعترضون فقط على وجود القوات التركية هذه القوات التي عملت على ضمان خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في الشمال السوري أمور لافتة أمور يتحدث عنها كثيرون وهم يتابعون المشهد الدائر حاليا في الأراضي السورية